تقول نائبة القسم الأفريقي في منظمة Human Rights Watch لاتيشا بادر أن تقارير لجنة خبراء حقوق الإنسان في أثيوبيا لا تترك مجالاً للشك فيما يتعلق بخطورة الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب على تيغراي إن تقارير لجنة خبراء حقوق الإنسان في أثيوبيا لا تترك مجالاً للشك فيما يتعلق بخطورة الجرائم التي ارتكبت حتى الآن والحاجة إلى إجراء تحقيق مستمر وكذلك الوضع الحارج الحالي في أثيوبيا وتضيف لاتيشا بادر أن التقارير توضح عن عدم وجود تحقيقات محلية ذات مصداقية ومسائلة مضيفة على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في العمل لدعم تحقيق الدول في الجرائم المرتكبة خلال الحرب على تيغراي في الوقت نفسه يوضح التقرير بوضوح عدم وجود تحقيقات محلية ذات مصداقية ومسائلة حتى الآن ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يكون الاتحاد الأوروبي قد أنشأ في البداية لجنة خبراء في مجال حقوق الإنسان تعمل على ضمان متابعة التوصيات الواردة في هذه التقارير ولذلك فمن المهم أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع الشركاء لضمان استمرار التحقيق وأعتقد كما يشير التقرير والذي يظهر مرارا وتكرارا في بحثنا أن هذا ما يطالب به عدد لا يحصى من الضحايا في جميع أنحاء البلاد ويطالبون باهتمام التدقيق الدولي المستمر ويطالبون بأنظمة تضمن أن الرقابة الدولية على المساءلة موجودة ترجمة نانسي قنقر